على كل أحوال نروح لمطش بكرة نحن عندنا بكرة مطش ترسانة مواجهة كلاسيكية تقولي ترسانة في الدرجة الثالثة والأهلي بطل الدول العام لا لسه مطش صعب ومطش والأهلي الحقيقة خلاص يعني بيختتم التدريبات النهاردة استعدادا لخوض مباراة الترسانة اللي زي ما حضرتكم عارفين هي هتكون بكرة على استاد الأهلي والسلام وده طبعا في منافسات دور 16 لبطولة كاس مصر ودي المباراة اللي هيغيب عنها عدد كبير طبعا من لعيبي الأهلي وقلنا سواء للإصابة للإقاف أو لأسباب فنية مين هيغيب؟ مثلا أيمن أشرف وعمر السلية في إقاف رامي ربيعة هيغيب للإصابة وده طبعا في مزقف العضلة الخلفية علي معلول هيغيب بسبب سفره لبلده طبعا علشان يمكن يرتاح يومين يشوف أهله قبل ما ينضم طبعا لمنتخب تونس يمكن سويسري ريني فايلر بقى عايز يريح اللعيبة عايز يريح اللعيبة قبل اللقاء بكرة وناوي بكرة إنه هو يعلن عن قيمة المباراة بعد التمرين وده للدخول في معسكر مغلق فرصة اللعيبة كتير ما ظهرتش الفترة اللي فاتت أعتقد هتظهر ماتش بكرة فرصة اللعيبة كتير جدا تريح يعني زي ما قلنا الشناوي حقيقة الرجل عامل سيزن ولا أروع هو يلعب بكرة وده اللي نكون نقوله أحمد لازم اللعيبة دي تدخل في الفورمة ولازم الشناوي يريح أنت دخلة بطولة أنت عايز الموجود في الملعب 11 موجودين في الملعب مستوهم عالي والورا أو البديل الجاهز يبقى في نفس المستوى لا يقل وبالتالي فيه لعبة كانت بعيد لظروف كتيرة جدا إيقاف بقى إصابة ما كانش فيه فرصة في ظل الصراع على النقطة أنه ياخد مكان في الفريق لا ياخد بقى ويظهر وأعتقد المساحة موجودة عند الجهاز الفنيو هيظهر ده طبعا في ماتش بكرة حمدي فتحي لعب وراء دي قصة جديدة يعني يمكن الراجل حقيقة من ساعة ما راجع من الإصابة بيقدم مستوى كويس خط الدفاع الأهلي طبعا حضراتكم عارفين بيعني من إصابات كتيرة جدا دخل ربيعة طبعا عندنا كابتن محمول متولي كابتن ساعد سمير عندنا رامي ربيعة وبالتالي أعتقد أنه تجربة حمدي فتحي ممكن تبقى حل لأزمة خط الدفاع بيتهيألي كمان أنه ماتش بكرة فيه حاجة جديدة يعني ماتشات الدوري وصراع النقطة إلى حد ما وأنت دخل بطولة عارفة أنك بتجري وراء يعني ثلاث نقط بيبقى إلى حد ما من ناحية نفسية ليه تأثير لما تكوني دخل ماتش كاس خسارتك أو المفاجأة نوكاوت بالضبط كانت تطلعي برا مسابقة ليها حسابتها ودي يمكن أجواء مع كامل التقدير ورحتنا طبعا للترسانة بس دي أجواء مشابهة لأجواء بطولة أفريقيا ما فيش فرصة للتعويد يعني أقصد أقول أنه ما عندكيش حسابات نقط خدنا نقطة النهاردة خسرنا ثلاث نقط تقدري تعوضي الماتشات اللي جاي وفريق الترسانة مش سهلة أحمد يعني يمكن فعلا آخر ماتش كاس بيننا وبين الترسانة كان في كاس مصر خلص في 2018 خلص ثلاثة اتنين كمان بكرة هاني هيريح جالبا يعني بكرة ميستر فيلر مفكر أن يريح محمد هاني وزي ما قلت لحضراتكم وراء يبقى ياسر إبراهيم ويجرب حمد فتح